السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الخاص ببلاغ إخباري لبدء برنامج إداعي جديد لتعلم اللغة الإنجليزية يعني هنا أظن ولو بشكل خجول أدركت وزارة التربية الوطنية أهمية اللغة الإنجليزية ودورها الكبير كلغة العلم أولا ثم لغة التواصل الخاصة بكل دول العالم إذا كنت تتقن اللغة الإنجليزية هذا يعني أنها ستوفر عليك الكثير والكثير من الأمور في حياتك العملية والعلمية حيث تابعا لمقتدية اتفاقية شركة الموقع بتاريخ 29 يوليوز 2021 بين الشركة الوطنية للإداعة والثلفسة والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب بحضور وزير الثربية الوطنية والثكوين المهني والثعليم العالي والبحث العلمي تنهي الوزارة إلى علم التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وأبائهم وأولاية الأمور أنه سيتم ابتداء من يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021 السروع في بت البرنامج للداعي الجديد لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإداعة الوطنية أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وذلك وفق البرمجة الزمنية التالية يعني يوم الاثنين والأربعاء سيتم بت حلقة جديدة للبرنامج في الساعة السادسة والنصف مساء ثم يوم الثلاثة والخميس ستتم إعادة بث حلقة هذا البرنامج في الساعة السادسة والنصف مساء يعني يوم الاثنين والأربعاء سيتم بت الحلقة الجديدة في الساعة السادسة والنصف ويوم الثلاثة والخميس سيتكون الإعادة هذه الحلقات هذا البرنامج الإدعي موجه إلى ثانميد السلكينا الابتدائي والإعدادي ويتكون من 43 حلقة تستغرق المدة الزمنية لكل واحدة 15 دقيقة ولو أنهم شاروا فقط لثانميد الابتدائي والإعدادي فهذا لا يعني أن حتى الثانميد التنوي يعني دابط الأمور بالعكس هم ممكن استفدوه من هذه الدورة التكوينية أمر جميل جدا خصوصا على الإدعاء الوطنية يعني اللي غير يسمح لهم أنهم يتنتون بزيان وكنيقولوا شحل ما تنت الإنسان بزيان شحل ما ممكن يتكلم بشكل جيد ويهدف إلى تقديم الذعم للتلاميذ والأسر على حد سواء ويتاحة فرصة ممارسة اللغة الإنجليزية وتطبيقها بالتركيز على مهارات اللغة الأساسية وأعيد وأذكر أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم وهي لغة البحث وهي اللغة يحتاجها كل من يريد أن يتقدم وأن يضيف إلى سجله العلمي أو التعليمي أو حتى العمل إضافة كبيرة تسهل عليه الكثير من الأمور في أي مجال من المجالات ما يعني؟ بالدرجة أن احتأل حاجة اللي كنت覦ت عليها باللغة العربية ربما ما تلقاش واحدة لمصادر كثيرة أو معلومات كثيرة نفس الأمر الأقل باللغة الفرنسية ما تلقاش مصادر كثيرة أو معلومات كثيرة ولكن مجرد ما تبحث باللغة الإنجليزية مهما كان هذا الأمر يكون ولو مستجد جديد أول من يبحث فيه هم الأمريكيين والبريطانيين يعني كل الأمور تخرج باللغة الإنجليزية يعني دائما المستجدات التي توقع في العالم كما رأينا مع فيروس كورونا يعني دائما اللغة الإنجليزية هي التي تتحكم وهي لكي تدوز المعلومة ثم بعد ذلك يعني بشتوصل الناس أخرين يعني خاص يتدخل للترجم وووو يعني اللغة الإنجليزية تتخلك دائما تتواكب الجديد وما تحتاج للترجمة لغالبا تكون سيئة أو تبدل المعنى بشكل كلي وأتمنى من تلميدينا للعزاء أن يستغلوا الفرصة وإحتى اليوم على الشبكة العنكبوتية يعني في يوتيوب والفيسبوك يعني هناك فيديوهات لتخلهم يستفدوا بواحد شكل كبير جدا من تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق إلى اللقاء